أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية. وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية والتنموية. التي يتم تنفيذها خلال هذه الفترة في مختلف القطاعات. وذلك للتعرف على الموقف التنفيذي لها. والوقوف على أي تحديات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ. سعيا أيضا لسرعة التعامل مع تلك التحديات. بما يضمن الانتهاء من تلك المشروعات وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة. ودخولها أيضا إلى الخدمة تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد. ترجمة نانسي قنقر